السلام على رسول الله عليها بضل الصلاة والسلام. السلام عليكم لبنات. إن شاء الله تكونوا لباس وبخير. وهاني إن شاء الله يا رب العالمين. واليوم نجيب تكم يا لبنات مع الوصفة البسكرية الجلالية اللي توحشتها بزاف بزاف. وتوحشت بلادي جلالة. وش نقول لكم يعني درجة ما تصورش. إن شاء الله ربي يلاقينا بحباب نوع عائلتنا إن شاء الله في ساعة خير إن شاء الله يا رب العالمين. جماعي إن شاء الله يا رب العالمين. اليوم جمت لكم كيف تكم هذه الوصفة اللي هي كسرة كابوية. او كين اللي يقولوا لها شخشوخة الكابوية. كما اشتوا مع البداية درت عندي طريفة تعلحم. ودرت لها شوية زيت. ثوم. سنينة تعلث ثوم. درت لها حبة تعلط طماطم يعني حب انتية. ودرت لها مغرف. تعت ماطم صبرة. وراس الحنوت. تففل الحار بودرة. وشوية ملح. ودرت لها الماء. وهي المن لازم مش تكثرو لها الماء. شتو كيفاش درت لها الماء. يعني ما كثرت لها شما ما بزاف. بس كل كابوية فيها الماء تطلق للماء بزاف. دونك ما نكثرو لها شما ما بزاف. غلقت على اللحم نتاعي. نخلي واحد لكارونتساك مينو تها ذا كان يطيب. وبعد فت هنا راح ندير العجين تاعي. راح ندير الفطير. كما شتودت كمية تعد تعد دقيق هنا يلميتها برك في القسعة و راح نحن نعجنها في الروبو. حنقسمها على زوج ونعجنها في الروبو. بس كل روبو انتعي صغير. دونك نقسمها على زوج ونعجنها على مرتين. ثم ثم يعجنها لي. ذو كان يلم فيها برك. ما نشرح نعجنها. نلمها برك. كما قلت لكم ونديرها في الروبو. كما قلت لكم هذي اكلة تقليدية بسكرية. كان عندي بزاف. ما درتها تقلت. والله نشارك معها بها. نشاركها مع خيتي. اي شوفوها. دونك هنا هذي الاكلة. كاللي ديرها باللحم. كالكيمة الكسرة بالكابوية كما هذي. تقدر تدروها بلا لحم. هي مت تحبش الحم بزاف. بسح انما درت الكابوية بالطعام. هي ابليجي دولها الحم. بس كالكابوية هي تحب الحم. ما عدا كما قلت لكم في الكسرة الكابوية كما هك. تقدر تدروها بلا لحم. تجي بنينا. كما قلت لكم هي اكلة تقليدية. تجي بنينا ما ما شاء الله. وشو نقول لكم. هنا كما قلت لكم بعد ما درت العجنتي تتعجن. رحان عجنتين في زوجو واحدة ورا واحدة. هنا جيت جبت الكابوية ينتعي رحان نقيها كما كنتم تشوفوا هكذا. وننقطعها ونشللها ونحطها بجيها. باش كي يطيب لي الحم من لوحها. كما كنتم تشوفون هنا. وكما قلت لكم الله توحشنا البلات وحشنا هالدارة مجد دارة لا تصورش. يعني ان شاء الله ربي وصلنا ان شاء الله نروح ونشوفو عبادنا وحبابنا وعائلاتنا. ان شاء الله يربي العالمين ينحلينا يربي هذا الوباء. ونتلقوا في ساعة خير ان شاء الله يربي العالمين. بعد ما كملت قطعت الكابوين التاعي. وجدتها هنا كانت العجنة تتاوعي في زوج خلاص كملتم عجنتهم. عجنة يعني العجين تعرف طير يعني كما تعرف وجي شوية مرخوف. فالك هنا كملتها. هنا سوف نحلت على الكوكوت. كان طعب للحم راح نحيه. شتوا الماء وش قعد لي. يعني ما تكثروش بزاف الماء. من البداية ما تكثروش بزاف الماء. كما قلت لكم هي ما تفيها الماديجة الكابوية. ما تحبش الماء بزاف. راح ندد للمرسوات الكابوية الداخل. هنا كانوا جوني بزاف. قد بالك ما تغلق ليش الكوكوت. نحيت شوية وليت رجعتهم. آآ الداخل. وبعدها راح نغلق عليها. ونخليها تطيب واحد للربوع ساعة. ذا مينيو تاك ذاكا. مغلق عليها. نطيب لي هذي الكابوية مليح. من جهة اخرى راح نجيب العجنة التاعي لوزتها كما كم تشوفو هنا ايا. آآ دهنتها بالزيت من الفوق. لهذا كل يوز دهنتهم بالزيت. وقطيتهم بصاشيتها بلاستيك باش ما يتبس ليش يعني العجنة من الفوق. آآ هنا راح نبدأ نخبز الفطير انتاعي كما تعرفوا قاع الفطير. فلا. احنا عدنا الفطير وعدنا المركب. عدنا نوعين من الفطير. هذا الفطير الرقيق. قولوا الفطير اخرين يقولوا الرقيق اخرين. وعدنا ثاني لمركب واللي هو يجي نديرو زوج لوزت نديروهم فوق بعضهم. ونحلوهم ونطيبهم يجي شوي يخشين على الفطير. ويجي بنينو منطن. هنا هذي درتها بالقمح بس كالزوج تعيمية كل شو الدقيقة العادية كل غير القمح. دونك درت له عجنة صغيرة برك. قيسه هو بالقمح كما كم تشوفو هذا هو المركب. درت سجرب فوق بعضهم وحلو فوق بعضاتهم. وحليتهم. وكما كم تشوفو هنا مطيب فيه. هنا بعد ما طاب لي هذك المركب هنا فتتو. حبيت برك نوريه لكم هنا. كما كم تشوفو هنا. كما كم تشوفو هنا. كما كم تشوفو هنا فتتو برك. تفتهت عادي مر صوات صغار. عادي. وكان طاب لي ثاني اللي كنتكملت الفطير انتاعي ثاني فتتو. وراح نسجي معاكم الكسراء والكابوية انتاعي تشوفوها. في الأخر كيفاش. بعدها روحت حليت كم تشوفو الكبوية انتاعي. شوفو كيفاش كي حليت عليها كان طابت قع. هنا رحنا نعبز عليها بهذك المغروف انتاعي. نعبز علي الكابوية كام. نعبز ونخلط. نعبز ونخلط. حتى يعني نعبزها كامل هذك الكابوية انتاعي. يتولي لي كيمالا بيوري. وما تحبس شو عليها بتخلاط بس كهية كنت تغفل عليها. يعني تلصق لكم في الكوكوت. لازم تسعو تخلط عليها. وتعبز وتخلطو تعبز وتخلطو تعبز وتخلطو. تخلوها تغلي برك شوية ومبعدها تطفو عليها. هذي الكابوية انتاعي نكفاش طيب. يعني سهلة. وضبط. وضبطوها يعني للملح للحرور. ديولها جوة عفلفل ثاني حار. هنا لغال ما كانش عندي الحار نهارها. دونك ما درتش مي. كيودعتكم ديولها جوة عفلفل حار. يعني يعطيها الريحة ويعطي القو ويعطي. يجي بنين فيها ثاني. كيما قلتكم تعبز وتخلطو أممتو. ما تخفلوش عليها. ومبعد تطفو عليها. بعد ما طابت لي الكابوية انتاعي كيما قلت شوفو درت الفطير انتاعي. فتتو. وهنا راح نسقي الكابوية. هذه هي الكابوية انتاعي البسكرية. ان شاء الله تكون عجبتكم يا لبنات وطيتكم فكرة. وتجربوها ان شاء الله يا رب العالمين. وهذه هي. ان شاء الله ما تنسوا اني شير بنات. اشتراك في القناة اللي مش مشاركة نقولوا مرحبا بيك. بيكم ان شاء الله. بربي و بيكم تكبر القناة ان شاء الله. ونشكركم جزيلا شكر ونقولكم مع السلامة حبوباتي.